فشل المرشحون الليبيون على المناصب التنفيذية في البلاد اليوم بالحصول على نسبة الأصوات المطلوبة للفوز وأعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز خلال منتقى الحوار الليبي الذي عقد في يومه الخامس بجناف أن أي من القوائم الأربع المتنافسة على منصبي رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي لم تحصل على الأصوات المطلوبة للفوز وهي 60% كما أضافت أن جولة ثانية ستتم ملاحقا للتصويت على المناصب التنفيذية بعد ورود معلومات حول تعرض الناشط اللبناني والمعارض الشرس لحزب الله لقمان سليم للتعذيب قبل قتله أكدت شقيقته رشال أمير أن العائلة طلبت تشريح الجثة لكشف احتمال تعرضه للتعذيب قبل اغتياله وقالت الأمير أن العائلة لا تثق بالقضاء اللبناني ولا بتحقيقاته يذكر أنه تم العثور على لقمان سليم مقتولا مرميا بالرصاص في سيارة جنوب لبنان الخميس